بأسماء رنانة حرية العراق، الفجر الجديد، العزم الصلب وعدت أمريكا العراق وما أوفت بديمقراطية تجلبها بالآلة العسكرية مر ثمانية عشر عاماً على الغزو ومع كل ذكرى لهذه الحرب يجدد الإعلام بما فيه الأمريكي تأكيده على أن الحرية المعودة للعراقيين مجرد سراب والحقيقة هي خراب في خراب صحيفة ميليتري تايمز الأمريكية تستذكر غزو العراقي وتؤكد أن إدارة بوش أطلقت حربها بناء على كذبة نمقتها بوعود وهمية في حين أن هذه الحرب كانت أكبر كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية في القرن الحادي والعشرين أسوأ آثار الغزو بحسب الصحيفة هي مئات الآلاف من الضحايا المدنيين العراقيين وفوق تدمير المدن العريقة وتدمير الجامعات واغتيال المفكرين والعلماء دخل العراق في فراغ سياسي ما زالت مظاهره إلى الآن وإن حكوماته ليست سوى سلطات صورية أكملت مشروع تدمير الدولة العراقية غزو عام 2003 ليس الخطأ الأمريكي الوحيد كما تقول الصحيفة فرغم كوارث هذه الحرب لم تعتبر إدارات البيت الأبيض منها بل كررت ذات الخطأ عندما تعاملت مع ملف تنظيم داعش بإشعال حرب جديدة باتباع سياسة الأرض المحروقة وبإدخال أطراف جديدة تتمثل بميليشيا الحشد التي كانت أهم فرصة إيرانية لإحكام السيطرة على العراق يظهر جليا من غزو عام 2003 وحرب داعش عام 2014 أن الإدارات الأمريكية لم ترتكب خطأ غير متعمد وإنما تتبع منهجية عبثية تطبيقا لمبدأ الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش كوندليزا رايس ولا يبدو أن أمريكا تعرضت من كل هذه النكبات فهي مع كل إدارة جديدة تقدم أسوأ نموذج في التعامل مع ملفات المنطقة وعلى رأسها العراق